اشتركوا في القناة وكام يوم كده نادي ليون بمجلس ادارته وكان موجود في مصر والعيبة هتروح فرنسا والعيبة بيشتغلوا عليها عشان يبقوا محترفين من مصر في اوروبا وتحديدا في الدوري الفرنسي ايه الحكاية وايه القصة علي النهاردة جاي يشرح لنا عشان موضوع شاكله شايق جدا واكيد مفيد يعني صح؟ حبيبة كريم اه بالزبط هو معك بقى واحكيه للتفاصيل وخلي الناس كمان تسمع معنا بص هو احنا ابتدينا من 2014 يعني ممكن مفيش اربع شهور او ثلاث شهور من بعد ما سبت النادي الاهلي عملت شركة خاصة بيا هي شركة تسويق رياضي شركة بلينج للتسويق الرياضي اشتغلنا في كل ما هو يخص 360 ديجريز كده زي ما بقوله كل ما يخص الرياضة يعني بداية من اليفنت الرياضية تنظيم المؤتمرات الرياضية انت عارف بقى احنا بما اننا احنا ناس بتوع كورة فابتدأ ابتديت حس انه انه في حلقة او في جاب ما بين كيفية ان انت بتنشئ لاعب كورة بتوصله الى درجة اللاعب المحترف دايما بيبقى عندك في الحتة دي جاب ما بين النشق وبينه وصل درجة اولى في حلقة مفرغة فيه بصراحة خلل في الحتة دي بالزبط انا مش عايز اقول كده انا بقى انا اقوله انا فيه خلل عندنا دايما مشكلة فيه زي ما بيقوله كده ايه ان تكوين النشق بيحصل فيه او بيحصل ازاي مزبوط مزبوط فابتدينا نعمل زي ستادي ودرسنا الموضوع فشفنا مدارس مختلفة شفنا مدارس في الدوري الايطالي شفنا مدارس في الدوري الانجليزي استقرر الرأي في النهاية على الدوري الفرنساوي لان هما عندهم مراحل التكوين زي ما بيطلقوا عليها هما دايما في فرنسا اللي هي الـ والسنتر دو فرمسيون اللي هي مرحلة تكوين لعب الكورة دي من انجح المدارس او من انجح المدارس الكروية اللي بيعملوها بشكل كويس او الفرنساويين فاستقرر نحن نبتدي على قطاع الاكاديميات مع نادي باريس سان جرمان وفعلا ابرمنا تعاقد من 2016 لغاية 2023 الامور الحمدلله مشت بشكل كويس جدا كافة البرامج التدريبية الخاصة بفرق الناشئين من اول عندك سن اللي هي بيسموها بقى بريفورماشيون اللي هي ما قبل التكوين لعب الكورة اللي هي بتبتدي من سن خمس سنين لغاية 12 سنة دي كريم بيسموها بريفورماشيون من 5 ل 12 سنة بعدين بتخش على حاجة اسمها سنتر ديفورماشيون اللي هو مركز تكوين اللاعبين اللي هي بيبقى فيه احيانا بيات للولاد من اول 13 سنة لغاية 19 سنة بيبتدوا يباتوا هناك مرانوا كل يوم معهم معيد نفسي نفسي طب ده انا هحكي لك بقى بعدين القصة دي لان دي ماشي بعد الدراسة انت بتبتدي تشوف الخلل عندك انت هنا ايه في مصر هاي الخلل عندك في مصر هحكي لك بس عايزة اه مش عايزة خش فيها على طول انا هنجيل اه لكن ابتدينا نحس ان المدرسة زي ما قلت لك البرامج التدريبية كلها في تاع باريس سن جمان بيجلنا من هناك بيجلنا مدربين يعملوا تريننج للمدربين المصرين ودي تاني اهم حاجة هنتكلم فيها دراسة برد حالو ان ازاي مين اكتر عنصر متقارب من الولاد هو المدرب صحية المدرب ده هو اللي انت بتعوز حتى كادارة توصل حاجة للولاد الاهالي احيانا بيبعايزين يوصلوا حاجة فاتة لو عندك موهبة كويسة كلاعب بس ما عندكش مدرب مؤهل انه اشتغل مع الوهبة دي بقى انت خسرت الموهبة موهبة وشخصية طبعا لان في السن ده الولد بيزاي ما اقولوك ده بلغتنا بيشرب من مين بيشرب من المدرس بتاعه او من الناس اللي هي بيشوف فيها دايما الرول موضل او اللي هو الراجل اللي هو ملهم بالنسباله اللي هو بيعلمه حاجة هو بيحبها جدا كمان فالراجل ده دوره ايه في حياته؟ لا دوره كبير اوي في حياة الولاد فالرجل ده هل هو مصقف كفاية؟ هل هو مؤهل كفاية؟ هل هو واخد الدراسات الكافية عشان يبقى مؤهل للدور ده كل الحاجات دي ابتدينا مع طبعا وجود باريس سان جرمان ساعد بشكل كبير قوي في تأهيل المدربين وده كنت حاجة نحريص عليها جدا اللي هم أكتر عنصر بيبقى ليه علاقة بالولاد لازم يبقى على درجة تفقيف عالية على درجة وعي كافية على درجة إدراك بمشاكل الولاد حتى فيما لا يخص الكرة في شخصيته في تفكيره لأنها خلي بالك أنت لعيب الكرة ده مش مكنة أو الولاد الصغير ده مش مكنة فيه عناصر اللي بيسموها كالسراؤنينج العوامل المحيطة بالولد ده علشان ييجي يلعب معاك مطش أو ييجي يتمرر معاك ده الصبح بيبقى في مدرسة بيبقى عنده حاجات مع زميله فيه أحيانا بولينج أو حاليا الناس يعني بتضايقه يعني فيه حاجات كتيرة جدا بتبقى محيطة بالولد ده علشان تقدر تعمل شخصيته هجيلك بقى بعدين ليون بيعملوا ايه دلوقتي ليون فتحوا أكاديمية مخصوصة في قطاع الناشئين للمانتل المانتل هلف أو للصحة العقلية إزاي تقدر تبني عقلية لاعب إزاي تبني عقلية لاعب محترف لما محمد صلاحي تكلم في النص دي بقى أو كثير من الناس انتقضوا يعني وانت بتقول الوقت انه نادي عمل حاجات لا ليون عامل بعيدا عن ان هو مركز تدريب والسنتر ديفورماسيون بتاعه وقطاع الناشئين عامل مركز داني وإحنا ان شاء الله عندنا معهم زيارة في شهر سبتمبر علشان نروح نتعاش ونشوف الموضوع ده بيضر ازاي ودي من الحاجات اللي كنت بركز عليها قوي يا كريم في الاتفاقية دي بالذات لأن انت عندك سبع سنين خبرة في إدارة الناشئ وإدارة قطاعات الناشئين فابتديت أشوف ايه الحلقات المفرغة ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها اللي ناقص اللي ناقص عندك انت عندك مواهب كويسة عندك لعيبة كويسة اللعيبة كويسة دي انت ما بتوفر لهاش التدريب أو المدرب المؤهل المؤهل بشكل كويس قوي ان هو ياخدها للليفل الاحتراق أو البروفيشنال ليفل انت دي عندك خلل كبير قوي فيها ناحية المنتل ناحية الزهنية بتاعت الولد ازاي انت بتشتغل عليها علشان تبدر حتى تكيفه ان انت ممكن ما تبقاش لعيب كورة محترف بس ممكن تبقى انسان كويس يعني فيه جوانب تانية جوانب انسانية علشان خلي بالك فيه ناس بيجي لها زي شوك ولد ممكن يجي له شوك نفسي كبير لو ما بقاش لعيب كورة يجي له كتائف بقية حياته والعبس صحيح انت لو جيب واحد تاني ممكن تقوله انت بوكلها تبقى في اليوء أو في باريس سانت جيرمان يحصل له مشكلة كبيرة بالضبط فانت ازاي بتدي تأهل اللعيب ده نفسيا ازاي بتتشتغل على المنتل هالث بتاعته وديم الحاجات اللي احنا مركزين عليها بشكل كبير قوي المنتل هالث والمدربين وتسقيف المدربين والحاجة التانية وهي الاهم النيوتريشن والنظام الغذائي بتاع الولاد لان انت عندك زي ما بقولك يعني احنا طلعنا لعيبة كتير جدا فترات معايشة من خلال النتورك بتاعتنا فاندية كتيرة جدا في الدوري فرنسي وسواء فاندي نيس وفرنوكو دايما بيبع عندك مشكلة كبيرة هناك في تلات حاجات في الديسبلين ان تلاقي هناك الولاد الانتظام بتاعهم والسيستم بتاعهم اللي هم واخدين عليه حاجة مختلفة خالص عن عندنا يعني بتحس الرتم بتاع التمرين نفسه مختلف بتحس المدربين نفسهم زي ما بقولك مدربين مختلفين الشكل بتاع الولد والولد قضى يقوموا ازاي عشان يجيلك التمرين ده مهم جدا وازاي بتسينكرونيز او ازاي بتحصل فيه توفق ما بين المدرسة وما بين التمرين طيب انا بس في نقطة عايز بس عشان انظم بيها ونروح بيها النقطة تانية مهمة انتوا كنتوا اكاديمي صح كده؟ بالزبط دلوقتي يبقى في نادي بالزبط وينافس في دوري الدرجة الرابعة بالزبط مظبوط كده؟ هو هينافس بداية من الموسم اللي جيدة الموسم اللي بعده احنا حاليا مركزين بشكل اساسي وبشكل كبير جدا على الناشئين هانشارك في دوري الناشئين السنة دي ان شاء الله دوري البراعم ودوري الناشئين المصري المنظم من قبل اتحاد المصري قوة القدم ودي كانت الحاجة اللي احنا بنحضرها بعد ما انت قلت كده بعد الاكاديمي بتاعة پاريس سان جرمان وانتهت وقدناها الحمد لله بشكل كويس جدا وكتسبنا خبرات كلنا كتسبنا خبرات بشكل كبير قوي فهمنا ازاي نقدر الاندية الكبيرة الاندية العالمية اللي وصلت للافل زي باريس سان جرمان بتدير الاكاديميات بتاعتها فكان التشالنج بقى وكان دايما الطموح عندك انك تبتدي تخش على مستوى الاندية تبتدي تشوف الاندية المحترفة بتعمل ايه فبرضو من طريق الريسرش اللي عملناه لقينا نادي اليون هو اكبر تالت قطاع ناشئين على مستوى العالم من حيث اللاعبين اللي خرجهم من الاكاديمية عنده للدرجة الاولى للدرجة ان السيزن اللي فات كان 50% من قوام الدرجة الاولى طالع من قطاع ناشئين نادي اليون ودي نسبة بالنسبة لاندية كبيرة نسبة كبيرة جدا انك تطلع 50% من عندك اللعبوا في الدرجة الاولى دي نسبة كبيرة جدا فابتدينا نشوف النادي ده وصل لإيه لقينا ان النادي تابع لجروب اسمها ايجيل فوتبول ناتورك Eagle Football Network دي شركة أمريكية هي اللي بتمتلك نادي Crystal Palace في إنجلترا بتمتلك نادي اليون في فرنسا بتمتلك نادي Florida FC في أمريكا ونادي في الدوري البلجيكي ونادي في الدوري الهولندي فإذا أنت بتشتغل مع ناتورك كبيرة جدا بتحلك الحاجة اللي أنت كنت تشغل عليه بقى لك سبع سنين بتعد لعيبة وتعد كوادر صغيرة فنيا إن هي تقدر تطلع في يوم الأيام وتقدر تبدأ حياتك الاحترافية بشكل جيد بداية من سن 17 أو 18 سنة فده اللي احنا اشتغلنا عليه فعلا أنا موجود عندك في نادي الدينامو مصر أو في الأكاديمي واطئة بريان أنا دلوقتي وديت إمني موجود يشتغل معكم وتشتغلوا عليه فعجبني أنا فكرة أنه في اليوم في الحكاية وكان قبل كده في باريس سان جرمان في الحكاية هل الأطفال دول أو الشباب دول بيطلعوا بعد كده معايشات في عدد منهم ممكن يطلع معايشات في الأندية دي هل ممكن من عندك مثلا نلاقي محترفين لعبين مصريين موجودين في الأندية الأوروبية الكبرى دي حتى لو في أعمار سنة صغيرة ولا الشراكة بتبقى مجرد بس أنهم بإنهم خبرات هنا نشتغل بيها طيب خلينا أقول لك بسرعة الشراكة مبنية على إيه مبنية على ثلاث حاجات أساسية الحاجة الأولانية أن كل برامج التدريب اللي بتتم هناك هتتنقل لنا هنا وهيتم تنفيذها مش هيتم تنفيذها حرفيا بس هيتم تنفيذها بما يلائم اللاعبين وثقافة اللاعبين المصريين وده اللي يتقلن أن الثقافة اللاعبة عندنا غير ثقافة اللاعبة عندكم فهينقل لكم البرامج التدريبية وهيتم الإشراف عليها لكنها تنفذ وتطبق من خلال الجانب المصري بالشكل يلائم اللاعب المصري وثقافة النشق المصري دي الحاجة الأولانية الحاجة الثانية أن أنت زي ما قلت لك إلا أنا كنت حريص عليه قوي تأهيل المدربين هيتم عمل ورش عمل هنا كل ثلاث شهور من خلال مدير الفنية بتاقطة ناشئين هي كل ثلاث شهور يعمل ورش عمل للمدربين كذلك هننتقي أكبر أو أحسن ثلاث أو أربع مدربين نحن شايفين فيهم بوتانشل نقدر نينفست فيهم عشان نقدر نطورهم عشان يقدروا يفيدوا الولاد فهنختار المدربين دول هيتلعوا يعملوا فترات معايشة كمان في النادي في فرنسا دي الحاجة التانية الحاجة التالتة واللي انت كنت بتكلم فيها ان احنا هيبتدي ننتقي في كل برحلة سنية أفضل العناصر عشان يطلعوا يعملوا معايشات وتمهيدا ان هما ينتقل لكن في حاجة مهمة جدا المعايشات نعين في معايشة لاكتسب خبرات اللي هو الولد من أول سن 13 سنة لغاية سن 17 سنة ده بيروح يكتسب خبرات ما ينفعش يروح يمضي عقد لعب محترف لأن القوانين الفيفا تحت سن 18 سنة ما يقدرش يمضي كلعب محترف ولكن لو اللاعب ده عنده دابل ناشناليتي أو عنده يوروبيان باسبورت يقدر ينتقل من سن 13 لسن 17 يقدر يبقى موجود هناك ويلعب بشكل أساسي من غير أي مشكلة طيب لعب مصري زي اللي عندنا هنا لازم يبقى سن 18 سنة فحنا بنتطلعوا يكتسب خبرات 17 سنة يقدر يروح يقعد سنة هناك و18 يقدر يمضي ويروح هناك هم عندهم تجارب في السنغال نادي ليون فتح شركات أو عقد شركات زي اللي احنا عاملها معنا في السنغال فتح في مكسيكو وفتح في كندا واخد من السنغال السنة اللي فاتت أربع لعيبة حطوهم في النادي اللي تابع ليه في الدوري البلجيكي في منهم مدات ألف المؤتمر الصحفي في منهم لعيبة بعد السنة اللي فاتت لأحد أنديات الدوري الفرنسوي بـ 3 مليون يورو فآه طبعا إحنا بنستهدف من خلال شغلنا على مدار 7 سنين عندنا لعبين مميزين جدا شايفين إن فيهم كوتانشل شايفين إن هما يقدروا في يوم الأيام يوصلوا لدرجة اللاعبين المحترفين بنطلعهم معايشات بشكل رجلر علشان إن شاء الله في سن 17 سنة وهما جوم شايفوا هنا بعض العناصر كانت كويسة جدا وفيه إن شاء الله خلال الفترة الجاية أكتر من ولد طالع من عندنا يعمل معايشات بغرض إن هو إن شاء الله يبتدي يكمل حياته هناك أنا بس عايز أقول لك آخر حاجة في القصة دي احنا طالع من عندنا السنة السنتين لعيب مصري اسمه سيف سالم هو 2006 بيلعب في نادي الدرجة تانية في فرنسا اسمه باستيا وده من اللعبين الكويسين جدا وطالع برضو معايشة في اليون احنا بعثينه معايشة في اليون وجيه كان كابتن وائل رياض شيتوس كان عامل منتخب اللي هو مدير فني طبعا كابتن وائل فنو خمسة كان بعث له استدعاء وجيه معاه أحد تجمعات المنتخب وكان فيدباك عنه كويس فإذن إحنا سابقين الحمد لله بفضل ربنا أن إحنا قدرنا نطلع الولد ده وآه في البايبلاينز عندنا أو في يعني آه طلعين أكتر من لعيب إن شاء الله يبقى موجود إن شاء الله الفترة الجاية برى مصر بإذن الله هاي نحن لسه مكملين مع علي عصام عبد المرنى مدير التسويق نادي العلي السابق ورئيس نادي دينامو الحالي وكلام حلو ومفيد جدا عادة عادة نروح نتكلم على اتحاد الكرة وانوية اتحاد الكرة ما بيعملش والاندية في مصر ما بتعملش بس في جانب آخر ممكن يعمل كتير شفنا ده بيحصل في السنغال شفنا ده بيحصل في كوديفور شفنا ده بيحصل في المغرب في كرة الأكاديميات بس الأكاديميات اللي بتشتغل صح وبعد الفاصل هاي سعى العلي السؤال مهم جدا هو ليه أصلا سمعة الأكاديميات في مصر هي مش سمعة عظيمة مش حاجة الناس بسوطة بناها أول ما بقول الأكاديمية لا 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 يا عمدو الناس بيتحكوا على الأطفال بيتحكوا على أولئها الأمور نفهم برضو من علي بعد هذا الفاصل خليكم معنا لسه مشرفني ومنورني علي عسامة عبد المنع مدير التسويق النادي العلي السابق رئيس نايد دينامو الحالي وكلام مهم جدا فكرة واجلسة عامل شراكة مع نادي اليو قبلها كان مع نادي باريس سانجيما وبيتكلم في أمور كتير بس سألت قبل الفاصل ليه الأكاديميات في مصر الأكاديميات الكورة في مصر مش بسمعة جيدة الناس دايما بتقلق من فكرة الأكاديميات يقول لك الأكاديميات في مصر حاجات هدفة فقط للربح بس ما بتطلعش لعبين ما بتشاركش في منظومة كرة القدم في مصر بشكل جيد ليه دايما بنسمع ده والله يا كريم أنا عندك حق وأنا بعذر الناس أحيانا بعذر الناس أحيانا لأن هي فعلا زي ما بيقولوا كده الجماعة الخواجات هي ميسليدينج أو مضللة عملية مضللة جدا لأن انت بتشوف كم أكاديميات موجودة في السوق غير طبيعي فانت لازم يبقى عندك تشكك في مين الأكاديمية دي ما احترابنا الكامل ده فيه لعبة بتبطل كورة تاني يوم بيروا عمل أكاديمية طب هل حضرتك جبت أو عندك التكنيك أو البرنامج التدريبية اللي هتمرن عليها بتمرن على أساس إيه ودي حاجة برضو بادعو وليه الأمر أنه يفكر فيها انت قبل ما تودي ابنك أكاديمية قبل ما تودي ابنك مكان لازم تبقى فاهم هو بيتمرن على أساس إيه هل فيه أساس علمي هل فيه برنامج تدريبي متبع هل فيه هو يتبع لنادي كبير ده أنا أنا مش عايز أقولك والله صدمة أنا آسف أن أنا أقولها وأنا يعني يعني متضايق أن أنا بقولها أنه فيه أنداية كبيرة جدا جدا في مصر أنت يعني بدون ذكر أسماء بس كبيرة جدا شغالة بطريقة يعني كان لقاء مع أحد المسؤولين عن قطعات الناشئين بيقولي أنا شغال من طريقة الرجل كان موجود مدير فني هولندي كان موجود فترة ومفترات في النادي وأنا شغال بشغل لغاية دلوقتي كلام ده كان من 17-18 سنة فلك أنت تخيل قطعات الناشئين والرؤية والويت اللي أنت ممكن بتديه للقطاع ده وإزاي بتشرف عليه وهل الناس اللي موجودة بتشرف عليه لديها الخبرة الكافية أنها تقدر تطلع لك ناشئ ما أنت ممكن يبقى نادي كبير وبيجي لك قاعدة من الناس عايزة تختبر وعايزة تجي لك وبيجي لك مواهب لكن المواهب دي هي الفكرة أن أنت بتاخد العيب جاهز أو باش أقول العيب في السن ده هو ما يتقلش عليه العيب بتاخد ناشئ جاهز الناشئ ده أنت ممكن توصله في حتة وممكن تموته فهي الفكرة في التناول الفكرة طيب وأنا أسف بس يعني لأن أنا قريب سمعت أن في حاجة بتحصل وكان طبعا لقاء مع كابتن علاء نبير فالحقيقة الراجل عامل مجهود كبير ويعني عامل شغل أتمنى إن شاء الله أنه هو يعني ينجح فيه وعامل شراكة مع الشركة أو فيه حاجة بتحصل مع الشركة المتحدة مشروع على هذا النحو يعني أتمنى إن شاء الله أنه هو ينجح أنا معرفش هو إيه بس كابتن علاء كان في المؤتمر بتاع نادي اليون أداني فكرة عنه بس طبعا لسه ملتقناش عشان أفهم منه بس أتمنى ده يحصل يعني أنا متفائل بوجود الشركة المتحدة متفائل بيها جدا لأن على الناس اللي موجودة فيها كانت معانا ساعة ما حيكون في النادي الأهلي يعني سيف الوزيري طبعا هو رجل صديق ورجل يعني عزيز وأنا واسق جدا في عقلية سيف وفي فكري سيف سيف من الناس الشطرة جدا في الحتة بتاعته طبعا فأتمنى إن الحاجات دي يبتدوا يطوروا فيها يعني يعني فكرة المشاريع الرنانة ودي ملهاش علاقة بالمتحدة بس كانت موجودة من قبل كده وتسمعها تلاقي لعيبة كرة موجودة فيها ومشروع الألف محترف أجماعة ألف محترف إيه دي احنا مش عارفين نطلع ستة طيب أنا السؤال ليج دلوقتي أنت قلت قبل ما نروح للفاصل قلت لي عايز أكلمك على حاجة تخص نادي ليو ليو الفرنسي وأفكارهم وإداراتهم لفكرة التعامل مع قطاعات الناشئين وإزاي ينقلوها لينا في مصر من خلالك بس دي نقطة مهمة جدا إنه إحنا عادنا على مدار سبع أو تمن أيام مسؤولين نادي ليون سواء ناحية الكوادر الإدارية أو الكوادر الفنية جوموا هنا والتقوا بالمدربين المصريين والتقوا بالولاد وشافوا التمارين وشافوا وكانوا طالبين كمان من ضمن الجدول اللي هما كانوا عايزين وأنهما يشوفوا مطشاط للفئة العمرية اللي هي 16 و 17 و 18 سنة فنظمنا بعض المباريات وقعدوا تكلموا مع المدربين الفيدباك بتاعهم الجيد إن أنت الحمد لله عندك مواهد كويسة عندك ولاد كويسة بس بديك بس تركات حاجات معينة هو وشاف مدربين الحمد لله عندنا احنا مدربين كويسين جدا لأن المدربين بتوعنا الحمد لله ما بغيرش مدربين كتير فمواهدين من أيام الأجانب من أيام الناس طورة باريس سان جرمان فعندي ومدربين ولاد الصغيرين شباب يعني شباب يعني بتتكلم في 30 و 20 مدربين كويسين جدا فشافوا فيهم كويس كويس فالحاجة اللي تشجع أن هم قالوا لي أننا ما بيعملوش كده عادة بس وجهوا لنا الدعوة أن يطلع من عندنا 3 أو 4 مدربين من اللي هم اختاروهم يتعملوهم معايشات هناك كذلك اختاروا 3 ولاد من عندنا هيطلعوا يعملوا برضو معايشات واتفقوا معنا بنوعا ما بعد جلسات حوارية كبيرة ما بيننا أن هم زي ما قلت لك هم عندهم أكاديمية مخصوص للمنتل هلنف أو من المنتل هلث بتاعة اللعيبة أنا طلبت وجود راجل يشرف على الناحية العقلية أو الناحية الزهنية وتطوير الناحية الزهنية بتاعة الولاد وتطوير طريق التفكير الولاد سواء جوه الملعب أو بره الملعب دي من الحاجات تفاصيلها كتير قوي محتاجة 6-7 حلقات بس دي من الحاجات كبوردر لاينز أو كخطوط عامة من الحاجات المهمة جدا 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 في اللعيب الكورة دلوقتي إزاي أنت بتقدر تتحكم في سباتك الانفعالي إزاي أنت بتقدر تتحكم في عصبيتك في الملعب في قراراتك في الملعب إزاي تقدر بره الملعب تدير حياتك إزاي تقدر يبع علاقتك كويسة باللعيبة بتاعتك في لحظات معينة وإحنا زي ما بقولك شافوا ماتشاط وإنت بيجي فيك جون الناس بتتصرف إزاي اللعيبة بتتصرف إزاي الولاد دول معدين إزاي بشكل نفسي إن هم يبقوا في يوم الآيام بروفاشنال إزاي تقدر توصلهم للناحية دي لعني دي ناحية دلوقتي بقت متسخة بشكل كبير قوي من ناحية الفنية فدي من الحاجات اللي احنا طلبنا إن احنا يبقى فيها معاونة منهم وهم قابدوا موافقة بشكل كبير قوي إن شاء الله في شهر عشرة هيجينا حد من النادي والهو المسؤول عن المنتل كوتشنج وهيبقى معنا لكن طبعا إحنا لازم نوفر جانب أو عنصر مصري يتعلم منه أو يبقى فيه كونكشن ما بينهم علشان هو اللي هينقل للولاد أنا هو قادر أعمل كمان كادر بالزبط هي المشكلة بقى يا كريم في الحتة دي انت عندك العلم ده في مصر مش كتير يعني انت عشان تتلاقي ما انت الكوتش في مصر المتخصص في الناشئين مش كتير للأسف أنا بحاول أدور بقى ليه فترة بس هي العلم ده عندنا مش كتير فدي حاجة أتمنى ان هي تبتدي تتطور في مصر في قلتني النقطة هتكلمني فيها شوية كمان ودائما برضو بتحفظ عليها في كثير من قطاعات الناشئين في مصر فكرة انه لما بتكلم مع حد أقول له هل انت عندك أخصائي نفسي للأطفال دول أو للشباب دول أو الأولاد دول يقولي لا المدرب دوله ايه ما هو المدرب هو المفروض يعمل ده أنا عايز أقولك ان المدرب محتاج أخصائي نفسي أحيانا كتير اه لا لا بوكلانك وانتها صراح يعني انا بقولك سبع أو ثمان سنين في مجال الناشئين فبتحضر مطشات تقريبا لكل الفئات العمرية انت بتشوفها كريم أحيانا الناس على الخط مدربين في أندية كبيرة وفي أماكن كبيرة بيتكلمهم مع الولاد وسط المطش بشكل انت ما تتخيلوش يعني دي من النقطة كويسة او انت عارف دايما الناس الأجاني بيقولك وانت المطش شغال تتكلمش مع الولد لأن الولد بيبقى واخد قرار في دماغه وعايز ينفزه انت لما بتقوله حاجة ممكن تبقى عكس اللي في دماغه وتعمله دستورشن ممكن هو يبقى هو حس بالموقف معين في الملعب يعمل لك حاجة انت مش متخيلها حاجة مبدعة لأن الولد في المطش بياخد معلومات من حاجات اللي في دماغه من زميله في الملعب لك أن تتخيل أولئة الأمور اللي وقفة بره لك أنت تخيل المدربين المساعدين فدايما سياسة الناس الأجانب اللي احنا اشتغلنا معهم ما تتكلمش مع الولد طول ما انت وقف على اللاين تدي بيزيكس بس في مدربين أنا كنت بشوف وأن دية كبيرة وأن دية متطورة جدا مفروض على الورق متطورة لكن للأسف هي لا بيتكلموا مع الولد أكنوا بيعاب بلاي سيشن كده أكنك بتاعي بلاي سيشن فده طبعا من الحاجات اللي زي ما بقول لك مش عايزة أبعد عن السؤال بتاعك كتير بس هي لا طبعا الولاد محتاجة عنصر التطوير الزهني المدربين على فكرة تاني برضو بكرار لكن المدربين هم من أهم النقاط اللي محتاجة تطوير في مصر محتاجة تطوير بشكل كبير جدا جدا بالذات على مستوى قطاعات الناشئين تعارف دايما في أوروبا بيعكسوا لازم بمدرب كويس قوي عشان يمسك في الناشئين مدرب يجي الدرجة لقولها طبعا أكيد يبقى كويس بس الناشئين هسألك سؤال غريب شوية مدربين اللي شغالين معاك هل هم مدربين كانوا أسماء ونجوم كبيرة في كرة القدم المصرية ولا أسماء فقط مؤهل عشان احنا برضو متعودين فكرة انه اللعب بيعتزل بيمسك فرقة صغيرة فرقة من الشباب كطاعات الناشئين عشان هو اسم كبير وبعض الأكاديبيات كمان يقول لك هات اسم كبير بيع بي يعني انت تسمع جمال دي صدقني والله دي الكوارس فعلا الواحد بقى يشوفها أنا المدربين اللي عندي كلهم معاهم رخص تدريبية ولعبوا على مستوى ناشئين بس عندهم يعني ده عشان بقولك انت لازم بتستثمر في الناس دي يعني الناس دي معايا من قايا باريس سان جرمان جالهم مدربين فرنسويين نضيهم ترينج اشتغلوا ما كان عندي في وقت من الأوقات مدربين فرنسويين قاعدين هنا مقيمين في مصر هاي فهتعلموا منهم بشكل كويس قوي فالمدربين دولهم بحافظ عليهم بالعكس أنا بطور فيهم ودي حاجة مهمة جدا اتمنى الجهات البقى الاتحاد الكورة او اتقذر ان المدربين الخاصين بالناشئين انا بشوف احيانا بيعملوا ورش عمل وفيها طبعا الناس المدربين الكبار كابتن جمال محمد علي بس تمام بس هي الفكرة ان انت محتاج جانب تاني محتاج ناس تانية تبتدي تطور المدربين المدربين مش هتطوروا بالشكل ده صحيح عندك بريير تاني يا كريم او عندك عامل تاني هيمنعك من القصة دي ناحية اللغة المدرب دايما لما هيسافر برا او يتعايش تغل برا مع مدربين انت لازم بتوفر له حد مترجم بس لازم المدرب ده تدي له البيزيكس حتى بتاعت اللغة صح علشان لما يبقعد مع محاضر برضو دولي او حاجة في حاجات المترجم ما يبترجمها حرفيا لكن في حاجات في الكورة لازم يبقى معاك حد صح لازم انت سوري يبقى عندك البير منمم بتاع اللغة عشان تقدر تنفذ الموضوع ده بشكل كاما يوم كنت بتكلم على كنت بالصدفة بسرش على شوية مواقع وصحف عالمية فلقيت الاسموية اللي فات كان فيه ورش التدريب في المانيا عاملها يورجان كلوب او يعني موجود فيها يورجان كلوب اللي اتحاد الالمانيا عاملها يورجان كلوب موجود فيها فدخلت قلت ايه هولين المدربين بتاعنا ما بيحضروش دي قلت اجيد غاليا مثلا هم مثلا فدخلت رأيتها بخمسمائة يورو فحتى انا انا قلت ايه لانا وعرفها من البدا كنت روح تاني اصلا خمسمائة يورو يعني انت فاينت رايح تحضر ورش التعامل مع يورجان كلوب خمسمائة يورو والتساكر طينا بقى مش يعني مش دي الحكاية والمدربين بتاعنا يعني بياخدوا من التبايد كويسة بس عادي عا تروح تلات ايام تقعد مع يورجان كلوب بتاخد منه الاستفادة ما هي بص هي بتبع هارجع وقولك والله تاني لو دورت تدور على العقلية انت عشان عقليتك دي حاجة هتفيدك وحاجة هتفيد شغلك وحاجة هتطورك هتبعى عايز تعملها فيه ناس تانية حاجات دي ما بتفرقش معنا انا كده كده جامد بالزبط انا كده 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 جامد وفيه زي ما انت بتقول فيه مدربين اسماعها كويسة انا والله العظيم يعني فيه مدرب اسم كبير جدا 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 يعني على الهاي لفل يعني توب لفل يعني كنا جبنا نستعين بيه كمدير فني للقطاع الناشئين عندنا في النادي فحضر الجلسة مع مع الناس طعليون قالي على فكرة همش لازم يكون هم اللي بيفهموا حسن مننا احنا ممكن احنا اللي نعمل Truth وكبتن دم احنا جايبين هم علشان هم اللي بيتطورون لنا هو علم الكورة علم الكورة عمتا هو علم دولي امه علم مش مصري يعني احنا مش افزاس في الكورة احنا تدريبيا وفنيا احنا مش افزاس احنا ممكن يكون شطرين في السكواش عندنا باع كويس في كرة الياد لكن الكورة مش بتاعتنا القدرة على التطوير ولا عندك الرغبة في التطوير. صح. انت ممكن احيانا طموحك بيقف ان انا تمام انا باخد مرتبي انا المرسوط بس ما عندكش رغبة عشان كده بقولك اختيار الكوادر الادارية اه الكوادر الفنية اللي هي بتشرف على اللاعبين دي اللي بتنقلهم الثقافة دي بتنقلهم الفكر ده مهم جدا 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 تطويره والحفاظ عليها. صحيح. عاية حقيقة شرفت ونورت حقيقة استفدت منك كان نفسي كمان العادة دي تطول اكتر من كده كمان عشان نستفيد اكتر. بس الجايات اكتر باذن الله لو تنورنا وتشرفنا مرة اخرى. انا بشكرك حقيقي شكرا جزيلا. حبيبا كريم انا مبسوط جدا كنت معاك النهارده وان شاء الله نتقل. حبيبا شكرك شكرا جزيلا.